موسيقى صباح الخير أكد رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون أمام زواره أمس بحسب ما نقلت صحيفة الجمهورية الصادرة اليوم أن التفاوض مع صندوق النقد الدولي ضروري لتعزيز فرص الخروج من نفق الأزمة وربما سيكون علينا أن نتقبل بعض الشروط القاسية التي قد يطرحها الصندوق مقابل مساهمته المالية مساهمته المالية ليس لأن تلك الشروط يطرحها هو بل لأنها تخدم مصلحة الدولة اللبنانية وتدفعنا في اتجاه اتخاذ قرارات مؤجلة وقال عون سنطرح على الصندوق والمجتمع الدولي مسألة الكلفة الباهظة المترتبة على لبنان جراء النزوح السوري وغدا اللقاء نيابي في بعبدة أكد رئيس الجمهورية أن هذا اللقاء كان ناجحا وحقق الغرض منه وهو التشاور الوطني حول الخطة الإنقاذية التي أقرتها الحكومة موضحا أن هذه الخطة قابلة للتعديل حيث تقتضي الضرورة وهي ستناقش في مجلس النواب وبالتالي ليس صحيحا ما روجه بعض مقاطعين لقاء من أن هدفه ليس سوى البصم على الخطة وأن ما كتب قد كتب وأوضح أيضا الرئيس عون أنه لم يكن منزع جنبتاتا من الكلام الذي أدل به رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع من على منبر القصر الجمهوري لافتا إلى أنه كرئيس للجمهورية يحترم حرية الرأي والتعبير وردا على اتهامه باعتماد النظام الرئاسي في سلوكه استغرب عون هذا الاتهام مشددا على أن ما يفعله هو ملء الفراغ ليس إلا واستخدام صلاحيات مكرسة في الدستور وكان رؤساء الجمهورية السابقون لا يطبقونها وحول تفسيره لامتناع الحريري وآخرين عن حضور لقاء بعبدة رأى عون أن هذه المقاطعة تعكس زعاج البعض من كون الأمور ماشية وتتقدم إلى الأمام لفتا إلى أن العلاقة مقطوعة كليا مع الحريري في هذه المرحلة ولا توجد وساطة بيني وبينه وواصفا اللقاء الذي جمعه إلى النائب السابق وليد جبلاط قبل أيام بالإيجابي والجيد آملا في أن تكون له إنعكاسات مريحة على الوضع في الجبل وجز معون بأنه على الرغم من كل الظروف الراهنة سيسلم لبنان في نهاية عهده أفضل مما استلمه مؤكدا أنه لا يفكر بتاتا بالتمديد أو التجديد وأن أي من هذين الخيارين ليس واردا لدي كما لفت رئيس الجمهورية إلى أن النائب جبران باسيل تعرض ولا يزال إلى اغتيال سياسي ومعنوي ممنهج مشددا على أن المعركة التي تخاض ضد الفساد لا تنطلق من دوافع وأغراض سياسية ولا ترمي إلى الانتقام والتشفي من أحد وأكد عون أن تجربة التعاون مع الرئيس حسين الدياب حتى الآن ناجحة جدا لافتا إلى أن الدياب رصين وشغيل يتحل بالجدية المطلوبة في العمل ويعرف كيف يشغل من معه ويمكنني أن أقول أن عمل هذه الحكومة خلال أشهر قليلة من عمرها يعادل بل يفوق كل ما أنجزته الحكومتان السابقتان خلال ثلاث سنوات أكد وزير الطاقة ريمون غجر تفهمه لمطالب المحطات إلا أنه أشار إلى أنه فوجئ بالإعلان عن الإضراب لأن الوفد الذي التقاه وعد بأن يقدم دراسة تبين الخسائر التي يتعرض لها القطاع وقال غجر في حديث لصحيفة الأخبار الصادرة اليوم إذا أرادوا الإضراب فهذا قرارهم مشيرا في الوقت نفسه إلا أن مشكلة هؤلاء ليست مع وزارة الطاقة بل مع شركات النفط وإن كانت الأخيرة لا تلتزم بالأسعار الرسمية فعلى وزارة الاقتصاد أن تلاحقها ولفتا إلى أن المشكلة الفعلية للمحطات برزت مع أقرار التعبئة العامة التي أدت إلى انخفاض مبيعاتها بنسبة 70% في بعض المناطق وأكد غجر أنه لا يمكنه أن يعدل في السعر إلا وفقا للألية التي تفق عليها مع النقابة منذ نحو شهرين والتي تراعي ارتفاع سعر الدولار أشار وزير الصحة الدكتور حمد حسن في تغريدة له صباح اليوم إلا أنه يؤلمني الجدل التائه بين فضائل القيم والدعاء المعروف فيعلو الصوت المغرد ويتلاشى الصدى الراجح في رفض الأنى رغم الأنين ورجاحة المنطق المفقود مجاهرا بسق العرفان بصداقة وأنت هول الوباء باللحم الحي نعم مدركا فضاعت الادعاء أسدل السطارة اليوم حي على الفلاح أضف قائلا وطن المغبون عذرا يعقد وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب مؤتمرا صحفيا عند العاشرة ونصف من قبل ظهر اليوم يتحدث فيه عن الامتحانات الرسمية والسنة الدراسية أشار مدير مستشفى بيروت الحكومي فراس الأبيض إلا أنه لقد بات واضحا أن وباء الكورونا لا يمكن محاربته بالبقاء بالمنزل فقط وخاصة أن الخلاص من الوباء سوف يتطلب وقتا ورأى أنه لا يجب أن يغيب عن بالنا التأثير الاقتصادي والاجتماعي والنفسي لأي التدابير مطلوبة واعتبر أن الكل يراقب عودة المصلين إلى دور العبادة إذ أن العبرة بالوعي والالتزام من قبلهم أخيرا أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا قد يودي بحياة ما يتراوح بين 83 ألفا إلى 190 ألف شخص ويصيب ما بين 29 مليون و24 مليون شخص في أفريقيا في عامه الأول إذا لم يتم احتوائه وأعلنت المنظمة أن هذا قد يتحول إلى تفشي طويل الأمد يستمر لسنوات وقد يصبح كوفيد 19 جزءا ثابتا من الحياة في أفريقيا خلال السنوات المقبلة إذا لم تتخذ حكومات عديدة في المنطقة نهجا وقائيا نحتاج للفحص والتتبع والعزل والعلاج شكرا للمتابعة والآن نعود إلى الموضوع الطبي الذي تحاول فيه الزميلة باسكال ضمن برنامج يوم جديد فاتفضل باسكال اشتركوا في القناة